اهلا وسهلا بكم في اخبار كاري الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن كواليس قائمة منتخب مصر لمبارتي السنغال المؤهلة الى كأس العالم طبعا في الكواليس بتاعة قائمة منتخب مصر هنعرف ليه اختار كيروش اللعيبة اللي اختارها زيادة عن اللعيبة اللي لعب بطولة الامبارفقية وايه السبب ان هو استبعد بعض اللعيبة تابعونا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا الكواليس ده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كل الحاجات اللي كانت في كواليس قائمة منتخب مصر للمباراتين الفصادتين هو اختيار ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم كيروش كان بيفكر في ضم مدافع جديد لقائمة المنتخب وكانت المفاضلة ما بينه وما بين علي جبر واحمد سامي ووقع الاختيار في النهاية على ياسر ابراهيم اللي ظهر مع الاهل بشكل جيد في الفترة الاخيرة وهو اختاره بديل لأحمد حجازي اللي اتصاب في بطولة الامم الافريقية السابقة اما الاختيار التاني فكان محمد مجدي افشا فكواليس اختياره كان الجهاز الفني للمنتخب يرى ان القائمة يجب ان تضع صانع العيب صريح ومع اعتزال عبدالله السعيد دوليا جاء الاختيار على افشا ومع رؤية الجهاز الفني انه افضل من ينفذ هذا الدور في الفترة الحالية فاحنا عارفين طبعا ان محمد مجدي افشا يعتبر احسن صالع العيب في مصر في الفترة دية الثاني من ضمن الكواليس ايضا هي عودة عمر جابر كيروش كان مستقر بشكل كبير على ضم محمد هاني بجانب عمر كمال ولكن اصابته في مباراة المريخ السوداني منعت انضمامه ليتواجد عمر جابر في مكانه طبعا محمد هاني لاعب كبير وعمر جابر ايضا لاعب مخضرم وخطير ضمن الكواليس ايضا هو عدم ضم محمد شريف كيروش فضل ضم مروان حمدي مهاجم سموحة على محمد شريف واحمد حسن كوكا والسبب هو ان الجهاز الفني يرى ان مروان حمدي المهاجم الذي يلعب بالشكل الذي يفضله من خلال العودة للدفاع بداية من منتصف الملعب لغلق المساحات امام الخصوم وايضا ايجادة الالتحامات الهوائية نظرا لطول القامة وكيروش يرى ان طريقة احمد حسن كوكا في الملعب تشبه كثيرا مروان حمدي الا ان معرفة الاخير باجواء المنتخب رجحت فرصته مع تنفيذه للتعليمات بشكل دقيق انا في الحتة دي انا مش مقتنع بوجود مروان حمدي في قائمة المنتخب كنت افضل وجود محمد شريف لانه هو ظهر في الفترة الاخيرة بصراحة مظهر جيد جدا كمهاجم قوي جدا مع النادي الاهلي وسجل العديد من الاهداف ولكن رؤية كيروش كانت غيرنا كلنا وهو اختيار مروان حمدي وعدم اختيار احمد حسن كوكا برضو اما استبعاد مهند لاشين وضم دونجا كيروش يتابع كل لعاب الدوري المصري ومن خلال متابعب مهند لاشين يعتقد المدرب البرتغالي ان مستوى اللاعب تراجع بعض الشيء ولذلك فضل ضم دونجا بدلا منه خاصة ان لاعب بيرامدز ليس غريبا على منتخب مصر مهند لاشين طبعا ما لعبش كتير في الفترة اللي فاتت مع منتخب مصر ونبيل دونجا برضو ما لعبش هو الآخر ولكن في النهاية كان الاختيار لدونجا كان من ضم الكواليس ايضا هو عدم ضم ابراهيم عادل الجهاز الفني المنتخب مصر كان يتابع بالفعل ابراهيم عادل مع بيرامدز ووجد كيروش انه يشارك في اكثر من مركز مختلف مع بيرامدز في كل مباراة وتواصل الجهاز الفني مع نظيره في بيرامدز لمعرفة اسباب تغيير مركز ابراهيم عادل بشكل مستمر في المباراة وفي النهاية تم الاستقرار على ان لا يكون متواجدا في القائمة مع وجود مع عدم وضوح الرؤية بشكل مركزه طبعا اي لعب بيختاره المدير الفني كيروش بيختاره نظرا لمكان معين هيلعب فيه ولكن حتة ان هو بيلعف اكتر من مركز دي ممكن تكون قلقت كيروش بعض الشيء اما اخر كوالسنا في قائمة منتخب مصر هو عدم ضم احمد عبدالقادر يرى الجهاز الفني لمنتخب مصر ان مركز احمد عبدالقادر في الجناح الايصر يتواجد به السنائي عمري مرموش ومحمود حسد درزيجي وان هذا العدد كافي خلال مبارتي السنغال مع استقرار جهاز المنتخب لضم لاعبين في كل مركز من المراكز السلاسة للهجوم في نهاية الفيديو بنؤكد للمرة التانية ان مش كل لاعب لم يختاره كيروش لاعب سيء ومش كل لاعب اختاره كيروش لاعب جيد ولكن كلنا مندعم منتخب مصر كله عشان نوصل للهدف والحلم اللي كلنا بنتمناه وهو الوصول الى كأس العالم ان شاء الله وكلنا ثقة في رجالتنا ان هما هيؤدي ما عليهم وهيموتوا نفسهم في الملعب عشان نوصل للحلم ده ان شاء الله وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملونا اللايك والشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم جلي جديد مع تحياتي كريم جماع